ميدي او الثقب الاسود كما بات يطلق عليها بعد ان تحولت المدينة الى حاصدة ارواح للميليشيا منذ اطلاق عملية تحرير الساحل الغربي والمعارك على اشدها في هذه المدينة التي ظلت طوال الفترة الماضية متنازعة السيطرة حتى تمكنت قوات الجيش الوطني مؤخرا من اقتحامها والسيطرة على احيائها الشرقية لتأخذ المعارك بعد سيطرة استراتيجية حرب الشوارع حيث تسعى قوات الجيش الوطني الى تمشيط الجهوب المتبقية للميليشيا طيران التحالف كان حاضرا في المعركة ونفذ العديد من الغارات التي كان لها اثرا كبيرا في تحول سير المعارك وبحسب مصادر ميدانية فقد اسفرت احدى الغارات عن مصرع القياد الميداني في صفوف الميليشيا محمد اسماعيل المداني ومرافقيه ولقي العشرة من عناصر الميليشيا مصرعهم في معارك الساعات الاخيرة وغارات مقاتلات التحالف التي استهدفت مثلث عاهم ومزارع النسيم ويأخذ الكثير على قوات الجيش الوطني بطء التقدم خصوصا ان معظم القوات تراوح في اماكنها منذ اشهر لكن هناك من يرى ان التأخير له اسبابه الميدانية والعسكرية فالمواجهات تدور في اماكن مفتوحة وبلا تحصينات وهو ما جعل الميليشيا تعتمد على استراتيجية الكماء بدلا من المواجهات المباشرة بالاضافة الى زرع الاف الالغام في مناطق المواجهات الامر الذي كان له بالغ الاثر في الحد من تقدم قوات الجيش الوطني لكن ذلك ليس كافيا فالنصر يحتاج الى حنكة اكثر يقول اخرون